في قطر عشان اتطمن عليه وعلى البعثة بالكامل وعلى كل الكواليس والاجرات اللي بتحصل في هذه اللحظات في اول ساعات الاهلي في الضوحة استعدادا للسوبر الافريكي يا كريم حمد الله على السلامة في البداية وطمن على البعثة بالكامل وعلى كل الاجواء من حولك الله يسلمك زميل العزيز امير الشام طبعا برحب بك في البداية وكل التحية لكل جمهورنا العظيم اللي ابدأ بيه معاك امير جمهورنا النهاردة الحقيقة حاجة رائعة جدا ومش جديد على جمهور النادي الاهلي استقبال اكثر من رائع بيكرر استقبال الحقيقة في خلال تواجدنا في الضوحة سواء في السوبر الماضي وايضا كمان في هذا السوبر حب كبير جدا لكابتر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي الهتاف في المطار كان مؤثر جدا الحقيقة كلمة بيبو بيبو دي كحاجة رائعة جدا ومميزة جدا وهو ده الحقيقة اللي احنا عارفينه على النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي كبيرة جدا في كل المحافل الدولية في البطولات الأفريقية في كل المحافل الحقيقة فيمكن حب الجمهور ده حاجة كبيرة جدا وبنتمنى أن الجمهور يكون مساند ومدعب بشكل كبير جدا على مدار الأيام القادمة وتحديدا في ملعب أحمد بالعلي اللي هستقبل مباراة السوبر إن شاء الله يوم 22 بإذن الله إن شاء الله زي ما رفعنا بطولة السوبر في النسخة الماضية في قطر إن شاء الله بإذن الله بمجود اللعبين وبإصرارهم الكبير وبالتحضيرات الفنية اللي منتظرين إن شاء الله من بيتسو موسيماني المدير الفني المميز والرائع اللي بيلعب الجيم بشكل كبير جدا بيلعب الجيمات الكبيرة بشكل رائع جدا المباراة الوحدة اللي هي مباراة البطولة الراجل بيكون بركز فيها بشكل كبير وأيضا كمان إن شاء الله يكون موفق في اختيار العناصر اللي أكون في تشكيل هذه المباراة أجواء أمير رائعة ومطمئنة جدا كعادة طبعا بعثة فريقة للنادي الأهلي يعني أبدأ معاك بمجرد وصلنا طبعا المطار الحمد الدولي انتقلنا مباشرة إلى فندو الإقامة فندو أكثر من رائع الحقيقة يعني بيابود عن المطار لمدة 35 أو 40 دقيقة مباشرة عقب الوصول الإجراء والبروتوكول المعتاد طبعا وهي مسحة تبية طبعا لكل بيعثت فريق النادي الأهلي تم طبعا عقب وصلنا للفندو الإقامة لكن لسا طبعا النتيجة صباحا إن شاء الله بإذن الله كون سلبية كعادة طبعا مساحات بيعثة النادي الأهلي التزامهم الكبير والاتجاهات طبعا والتعليمات والإرشادات الكبيرة جدا من الجهاز الطبي والتزام اللاعبين إن شاء الله يكون غدا المسحة الطبية سلبية لكل بيعثت النادي الأهلي ليكون الاستعداد الفني إن شاء الله خلال الأيام القادمة حب كبير جدا وأجواء رائعة جدا ومميازة جدا لكن لسا كمان عايزين نتطمم بها لكل الفرقة في التدريب ليكون غدا إن شاء الله يعني قدر أقول لك فيتسو موسماني البرنامج التدريبي غدا إن شاء الله أو البرنامج الخاص لفريق النادي الأهلي يعني هيكون طبعا بتوقيت الدوح أنا بتكلم طبعا بتوقيت الدوح أنت عارف أمير هي في ساعة فرق طبعا بين القاهرة والدوح لكن أنا كل الأرقام طبعا والساعات أنا أقولها بتوقيت الدوحة تسعة صباحا هيكون الفطار الخاص بفريق النادي الأهلي عشر وربع توجه فريق النادي الأهلي إلى التدريب الأول وهو تدريب بصباحي يمكن بربط طبعا معاد التدريب وموعد المباراة مباراة مصر وقطر في اتجاه طبعا يعني لسه حتى هذه اللحظة لم يحسم هذا الأمر لكن في اتجاه أن البعثة تتوجه لمشاهدة المباراة في ملعب المباراة لكن لسه فيها ترتيبات كبيرة جدا وتنسيق مع كابتن محمود الخطيب وكل المسؤولين هنا لنكون البعثة متواجدة بيئة كامل لكن لم يتم حسم هذا الأمر حتى هذه اللحظة لكن النية والاتجاه بشكل كبير جدا هيحسم غدا في تدريب الغد الأمور الحمد لله طيبة جدا لفريقا للنادي الأهلي طمنا كمان أمير على بدر بنون اللي لحق ببعتة فريقا للنادي الأهلي وتواجد في فند الإقامة ومباشرة أجرأ المسحة إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة كعادتهم إن شاء الله بإذن الله تركزهم يكون كبير حافظ على لعبة النادي الأهلي غدا في المباراة القوية جدا لأكون طبعا أمام منتخب بقطر عندنا طبعا عناصر هتكون محتاجة أن احنا نطمن عليها بشكل عاملي ويمكن ده طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلا اللي بأكد أنا لم أقدرش طبعا أخد الكلام من بوق اللعيبة على قد ما أنا لازم أشوف اللعيبة قدامي والطمن عليهم وعملهم التستات كلها اللي بيشعر بإجهاد اللعيبة طبعا زي آيمن أشرف آفشا محمد شريف أكرم طبعا كل اللعيبة الشناوي كل اللعيبة المتواجدة إن شاء الله في المتخبن الواطن إن شاء الله بإذن الله تقدم مباراة رائعة جدا وربنا يحافظ على لعبتنا وينضموا بقى للمعسكر فريق النادي الأهلي للدخول برغبة جديدة وابدوافع جديدة في السوبر الأفريقي إن شاء الله بإذن الله كل الأمور أمير مطمئنة بشكل كبير جدا حتى هذه اللحظة بنعمل على مدارة الأيام القادمة استمر التركيز اللي فيه فريق النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله نعود من الدوحة بالسوبر الأفيقي ليدخل دولة بطولة النادي الأهلي يا رب بإذن الله كريم بخلاف طبعا لقاءاتك المميزة اللي عملتها على متن الطائرة المكلة للفريق للدوحة عايزك تنقل لي وتنقل لكل جماهير النادي الأهلي الحماس اللي لمسته عند اللاعبين الأحاديث ما بينهم على مدار الرحلة كتعاملة إزاي بيفكروا في المباراة دي وفي البطولة دي يا كريم الحقيقة طبعا يعني مباراة مهمة جدا مباراة الرجاء بتختلف بشكل كبير جدا على جانب الجماهير وأيضا كمان على جانب اللاعبين مباراة تكون صعبة ويمكن ده كمان اللي احنا لمسينه من الفريق وكل الأحاديث كل اللعيب على طول اللعيب اللي ماسك كالتاب يتفرج على بعض اللقطات في مباراة الرجاء أو مباراة الماضية ممكن كعادته طبعا كيل سلمان محل الأداء ويمكن موسى مطلبة طبعا محل الأداء بيكون فيه طبعا لقطات كثيرة جدا بتوزي على اللاعبين الكل بيتكلم عن المباراة الكل بيحاول ان هو يحفظ واجباته وطبعا محدش عارف مين هيبدأ لكن كل اللعيبة الحقيقة بتحاول ان هي ترصد كل نقاط القوة الضعف اللي اكيد طبعا بيأكد عليها بيتسو موسيماني في هذا الامر تركيز كبير وامكان الحقيقة الاسرار باهم في اللعيبة ومن حديث اللعيبة الحقيقة من الاجراء اللقات اللي انا اجرتها واضح لتركيز الكبير جدا امكان انا كلمت طبعا مع رامي ربيع على ان فريق النادي الاهلي بيميز ان عنده كوكبة من كبات الفريق يعني مش اي فريق تلاقي فيه اكتر من كابتن فريق باسرار السلية وبمجهود وليد سليمان وبوفاء الشناوي يعني كل اللعيبة الحقيقة مش عايز ان سحد علي معلول ايمن اشرف كل اللعيبة عندنا قامات كبيرة جدا وعندنا كبات فريق كبيرة جدا عارف اهمية المرحلة وعارف اهمية بطولة زي كده بطولة المباراة الوحدة محتاجة تركيز كبير جدا ومحتاجة ان اللعيبة يكون في ذهنها جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي احنا امير فقدنا الجمهور في المباراة المباراة النسخة الماضية في السوبر لان كانت فقاعة وممكن العدد كان محدد جدا لكن من اللي احنا شفناه في المطار ومن المتوقع ان الاستاذ احمد من عليها يكون على اخره بالنسبة طبعا لجمهور النادي الاهلي بالتأكيد على الجانب الاخر جمهور الرجاء لديها عدد كبير من الجمهور لكن النادي الاهلي اكبر جالية متواجدة طبعا في الشرق أوسطية في قطر هنا عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي اللي بنعمل إن شاء الله بإذن الله يكون السند والدعم الحقيقي ويكون سر الفوز تعدت فيه مباراة الأربع إن شاء الله اللي بنعملها إن شاء الله إمير تكون من نصيب النادي الأهلي كريم عايزة أسألك بالتحديد عن حالة كل من كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر اللي تعرضوا لإصابات مختلفة بالتحديد دول عايزة أسأل عنهم لأن دول اللي كانوا متوجدين مع الفريق على مدار الفترة الفاتية إيه آخر التطورات يعني هبدأ معك بكريم فؤاد هي من الكريكات بطبعا في مباراة سموحها الأخير وممكن خرج من المباراة لكن بطمنك حالته البدنية والطبية والذهنية جاهزة طبعا لهذه المباراة الدفع من عدم طبعا يترك لبيتسو موسيماني المدير الفني لكن هو أحمد عبدالقادر طبعا أنت عارف الضمة بتحتاج تأني شوية يعني طبعا أنت عارف إصابات الضمة بتحتاجش ريسك شوية بتابع فيها ريسك شوية ومخاطرة شوية ممكن أحمد جري الأيام الماضية طبعا بتغير طبعا اشتراك بالكرة نهائية لكن معنا أيام أمير الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله احنا طبعا 17 المباراة 22 نقدر إن احنا نقف على هذه الحالة لكن أنا بكتلك على كريم فؤاد في البداية إن هو جاهز لكن أحمد عبدالقادر مستنين نشوفه على مدار الأيام القادمة هل هيدخل إمتى في التدريب هل هيستمر في الجارية وتدريبات البدنية بس لكن بحسن لك الأمر بتاع كريم فؤاد لا كريم فؤاد جاهز بشكل كبير جدا يتبقى بس الفترة اللي جاية كمان نتطمن على أيمن نتطمن على أفشا محمد شريف أكرم الشناوي حمد فتح كل اللعيبة دي كمان يعني طبيب النادي الآلي أحمد أبو عبلة مستنين منه بقى تصرحات كثيرة جدا الأيام القادمة نشوف كل الحالات القادمة بالنسبة له لكن إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة كعادتها إن شاء الله يكون فيه إنكار ذات كبير يكون فيه تضحيات كبيرة جدا المباريات دي محتاجة تضحيات كبيرة جدا من كل العيبة النادي الآلي لأن وراهم ملايين الجمهير الجمهير الكبيرة وجمهير العظيمة جمهور النادي الآلي تستاهل إن فيه تضحيات وتستاهل إن فيه إنكار ذات وتستاهل إن فيه رغبة كبيرة جدا نكون مع فريق النادي الآلي وإن شاء الله يا أمير بالإصرار اللي احنا شايفينه بالتركيز وبوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس إدارة النادي الآلي ورئيس البعثة ويمكن الأمر ده تكرر في السوبر الماضي نقدر في يوم 22 ونقدر إن شاء الله بإصرار اللعيب ومجهود الجهاز الفني نعود من الدوحة بالسوبر ليكون في النادي الأهلي رب بإذن الله مش هتقول عليك يا كريم لكن هو سؤال أخير وهو بيتعلق بالدوليين اللي متواجدين مع المنتخب عندهم مباراة أكيد مهمة مع قطر بكرة هل تم التنصيق ما بين الجهاز الفني للنادي الأهلي والجهاز الفني المنتخبنا الوطني بخصوص الموعد المحدد لانضمام لعيب النادي الأهلي في المنتخب لمعسكر الفريق وهل خلاص تم تخصيص برنامج تدريبي معين لهم فور انضمامهم للبعسة بالتأكيد طبعا يعني كل الأمور دي الحقيقة التنصيق الإداري والتنصيق الطبي والتنصيق الفني كمان والاتصالات كانت مستمرة مع كل اللعبين يعني أقدر أقول لك عقب انتهاء المباراة مباشرة خلاص تم حجز الغرف لكل العيب النادي الأهلي المتواجدة في منتخبنا الوطني عقب انتهاء المباراة مشارة هيتوجه اللعبين إلى فندو الأقامة الخاص بفريق النادي الأهلي يدخلوا بقى برغبة جديدة ودوافع كبيرة جدا لكن الأهم يا أمير في هذا الأمر أن نحن نطمن على حالة كل اللعبين الكل مجهد الحقيقة مجود كبير جدا من كل اللعيبة فبنأمل بس المباراة الغد ما يكونش فيها أي أمور تعاكر صفه النادي الأهلي واستعداداته لأن المباراة فيها التحامات والجو وراء والحقيقة يعني كأس العرب يمكن بيدي رسالة كبيرة جدا المباراة تعالية جدا حماس الجمهور مدي طبع كبير جدا فإن شاء الله بإذن الله نطمن بس على لعبتنا عاقب والسلم لكن بأكد لك عاقب انتهى المباراة وبشرطا هتكون لعبت النادي الأهلي متواجدة في فندو القامة مبعثة فريق النادي الأهلي لتستعد بشكل كبير وبكل قوة كعادتهم لمباراة يوم الأربع إن شاء الله بإذن الله يا كريم أنا بذكرك شكرا جزيلا انقل تحياتنا لأفراد البعثة بالكامل وتحياتنا لك طبعا ولكل زميلنا معاك وإن شاء الله تكونوا موافقين وكالعادة تغطية تكون مميزة بنشكرك على هذا المجهود المميز والوافر في العية